بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة مرحبا بكم في محاضرتنا لهذا اليوم المحاضرة من مادة المعجم العربي للمرحلة الثانية في قسم اللغة العربية كلية الآداء بجامعة المستنصرية فأتحدث اليوم عن المعجم العربي وعلم اللغة وبعدها أتطرق إلى حسنات المعجم العربي وعيوبه طيب طلبة العزاء ليس من الموضوعية وصف المعجمات العربية بأنها درس لغوي قديم يقوم هذا الدرس على مبادئ الملغة الحديث لأن المعجمات العربية أساسا قامت أساساً المعجمات العربية طلبة العزاء أساساً تلبي لحاجة علمية دينية أساساً قامت تلبي لحاجة علمية دينية وليس استجابة لنظرية لغوية كما هو الحال في علم اللغة الحديث ربما كان هذا السبب طلبة العزاء في خلق فجوة بين النظرية اللغوية الحديثة والتطبيقات المعجمية أي تطبيقات التطبيقات المعجمية التي تعتمد على تقاليد لغوية قديمة طيب نجد بعض المعجميين وهم يسوغون هذه الفجوة وسبب وجودها قائلين أن صناعة المعجم ليست علماً صناعة المعجم عندهم ليست علماً بل هي فن لا يمكن هذا الفن أن يتقيد بالطرائق الموضوعة التي يتابعها من اللغة الحديث إن من القضايا التي تدرس تدرس علاقة المعجم بعلم اللغة هي علاقة بين النحو والمعجم فمثلاً يقول شومسكي النحو عند شومسكي يتألف أساساً من عنصر يقابلها المفردة ومطلق ونقصد به حكم نحوي ومعجم ونقصد المعجم النحو العفو المعنى جاء هذا الوصف إذن عند شومسكي يقول النحو يتألف أساساً من عنصر ومطلق ومعجم أي يتألف من مفردة وحكم نحوي ومعنى وجاء هذا الوصف عند شومسكي لأن نظريته التي هي نظرية توليدية تحويلية تقوم هذه النظرية على الربط على الربط النحو والمعنى تقوم هذه النظرية على الربط النحو والمعنى بدءاً طلبتي الأعزاء بدءاً من البنية العميقة باتجاه البنية الصفحية طيب في حين لم يهتم بلوموفيد اهتماماً بالمعجم بلوموفيد لم يهتم اهتماماً بالمعجم في نظريته اللغوية النظرية البنيوية والتركيب لماذا؟ لأنه يرى أن المعجم المعجم والنحو يرى أن المعجم والنحو جانبان مهمان من جوانب الوصف اللغوي لكنه كان ينظر لكنه كان ينظر إلى المعجم على أنه ينظر إلى المعجم المعجم ملحق للنحو كان ينظر إلى المعجم المعجم ملحق للنحو يتألف من قائمة من الاستثناءات يتألف من قائمة من ماذا؟ من الاستثناءات والشواد الأساسية ليس غير أي أن المعجم يهتم عنده المعجم بماذا يهتم؟ يهتم بمعاني المفردات التي لا يمكن لهذه المعاني أن تجمعها قاعدة واحدة على غرار القواعد النحوية التي يمكن لها القواعد أن تنتظم في قواعد متردة كثيرا إلى أن ظهرت نظرية الحقول الدلالية إلى أن ظهرت نظرية الحقول الدلالية لماذا؟ لأن هذه النظرية طلبت الأعزاء الحقول الدلالية التي ردت الحقول الدلالية لاحظوا الربط ردت العمل المعجمي إلى حظيرة علم اللغة على أساس أن هذه النظرية أي نظرية؟ نظرية الحقول الدلالية نعم أحسنتم على أساس أن هذه النظرية نظرية الحقول تعطي مفردات اللغة تعطي مفردات اللغة شكلاً تركيبياً على أساس أن هذه النظرية تعطي مفردات اللغة شكلاً تركيبياً وتضع المفردات في شكل تجمعي تركيبي تضع هذه المفردات في شكل تجمعي تركيبي على أقي ينفي عنها الإنفلات والتسعير ينفي عنها الإنفلات والتسعير طلاب بقي لنا أن نعرف أن مستويات علم اللغة الحديث اليوم المعروفة أنت من نعرف أن مستويات علم اللغة الحديث اليوم المعروفة ما بين الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية ومعجمية فإذا ما نظرنا في المعجم العربي أي معجم عربي إذا ما نظرنا في داخله أن أجد فيه درسا يتطرق إلى هذه المستويات مستويات علم اللغة الحديث أن أجد فيه ما يتطرق إلى هذه المستويات فضلا عن كونه طبعا لا نسى المعجم عن كونه علما تطبيقيا علما تطبيقيا قام أساسا تلبية لحاجة دينية واقعية هذا ما سنراه طبعا طلبة الأعزاء لو تصفحنا أي معجم عربي أنا جد فيه هذه مثل ما قلت لكم دراسات صوتية وصرفية ونحوية ودلالية ومعجمية لنرى أولا دراسة أصوات اللغة طلبة الأعزاء أولت بعض المعاجم العربية أولت بعض المعاجم العربية طبعا بالبداية أحب أن المعجمات العربية هي مختلفة فمثلا في معجم نرى أنه يهتم بالأصوات على غرار مثلا ما نرى أنه هناك منعجم يهتم بالمعاني أو الألفاظ أو النواحي التركيبية أو اللغوية فتكون هنا الصورة لدينا مختلفة طيب دراسة أصوات اللغة أولت بعض المعاجم العربية اهتماما بدراسة أصوات اللغة العربية أولت بعض المعاجم العربية اهتماما بدراسة أصوات اللغة العربية كما في لسان العرب لابن منظور كما في لسان العرب والمعجم الوسيف إذ كانت بعض هذه المعاجم تورد الإشارة إلى أصوات اللغة في صدر كل بعض من الأبواد فقد كان ابن منظور في لسانه يورد الحديث في بداية كل بعض كما فعل مع الهمزة كما فعل مع ماذا؟ مع يا حرف أو صوت الهمزة إذ تحدث عنها في ست صفحات تحدث عنها في ست صفحات وذلك أكثر ما تحدث عنه وقد عقد باباً سماه أو أطلق عليه باب ألقاب الحروف وقد عقد باباً أطلق عليه باب ألقاب الحروف إذ تحدث فيها عن خصائص الحروف عامة تحدث عن خصائص الحروف العامة ثم فصل القول في كل باب على حدث نعم ثم فصل القول في كل باب على حدث وكذلك فعل صاحب المعجم الوسيل غير أنه لم يورد باباً في ألقاب الحروف غير أنه لم يورد باباً في ألقاب الحروف ولم يطلق إطالة صاحب اللسان في باقي الأبواب طيب طلبة العزاء قد كان هذان المعجمان يشفحان لماذا أخترت لكم هذه المعجمات؟ المعجمين كان هذا لقد كان هذان المعجمان يشرحان طريقة نطق هذه الأسواد ماذا يشرحان؟ طريقة نطق هذه الأسواد ومخارجها من الفم مرة أو يبينان خصائصها مستعملة في اللغة أو يبينان خصائصها مستعملة في اللغة مرة أخرى وطريقة ائتلاف هذه الأسواد في التركيب اللغوي ونحن نجد علماء اللغة يقسمون دراسة الأسواد الإنسانية إلى قسمين أو ثلاثة أقسام مثلاً نرى علم الأسواد اللغوية علم الأسواد اللغوية ماذا نقصد بها؟ نقصد به علم الأسواد اللغوي يدرس طريقة نطق الأسواد طريقة نطق الأسواد ومخارجها من جهاز النطق من دون التقيب بلغة ما اثنين علم وظائف الأسواد علم وظائف الأسواد يدرس طريقة تأدية الأسواد ووظيفة هذه الأسواد في اللغة يدرس طريقة تأدية الأسواد ووظيفتها في اللغة ثلاثة علم الأسواد التاريخي يدرس علم الأسواد التاريخي تطور الأسواد تاريخياً يدرس تطور الأسواد تاريخياً يدرس تطور الأصوات تاريخياً ونحن لا نجد هذا التناول الدقيق لدى أب المنظور في لسانه أيضاً بعد أن انتهينا من دراسة الأصوات اللغة نذهب إلى الدراسات الصرفية طبعاً طلبة الأجزاء نحن نأخذ هذه الأشياء بصورة مختصرة دراسات الصرفية اهتمت معاجمنا بهذه المسألة كثيراً على اختلاف تفرعات الدراسات الصرفية نعم اهتمت معاجمنا بهذه المسألة كثيراً على اختلاف تفرعات الدراسات الصرفية وما يدخل تحت باب مثلاً تحت يا باب تحت باب بيان حركة عين الفعل تحت يا باب باب بيان حركة عين الفعل اثنين بيان المعرب والدخيل ثلاثة مثلا ذكرنا التفكير والتأمير والإفراد والجمع أيضا لاحظنا بالدراسات بهذه المعاجم إيرادة الاشتقاقات بيان أصالة الفعل أو المصدر أيضا تطرقوا بهذه المعجمات على مسألة تعدي الفعل والزيومي أيضا بيان بعض هذه المعجمات قد وضح أو درس بالتقصير المبني البيان المجهول من المعلوم من الأفعال فنرى هذه بصورة مختصرة التي تناولت هذه الظواهر من الدراسات اللغوية في المعجمات العربية أيضا وجدنا في معجماتنا الدراسات النحوية وهما بالدراسات النحوية قد لاحظنا على الإعراب إذ نجد حاديث متفرقة في معجماتنا العربية بيانت أو تحدثت عن الفعل الناقص عن أحرف المشبهة بالفعل أو أي حرف من حروف المعاني فيذكرون هذه الحروف يعني عملها من الرفع والنصب والجار وإذا ما كانت هذه الحروف تنسب مفعولا أو مفعولين وإلى آخرين وحتى نرى أنها قد تحدثت عن الفضلات عن أبواب المصطلحات الدالة عليها كما هو الحال في الحديث عن الحال أو التمييز أو المفعول أو الاستثناء وغيرها وقد نظرنا أو وجدنا أن أبن منظور في حديثه عن اللام مثلا حرفا من حروف المعاني وكذلك وجدنا ذلك في المعجم الوسيط عندما تحدثت عن الله طيب وأيضا حتى نجد أن هناك مصطلحات أخرى قد ذكرت في معجماتنا العربية منها الإسناد والإعراب وغيرها من الأمور طيب دراسة المعنى أكثر ما أهتمت به معجماتنا هو بيان معنى المفردات وهذا عمل المعجم الأساسي أكثر ما أهتمت به معجماتنا بيان معنى المفردات وقد عرف هذا العمل طلبت الأعزاء عند العلماء بالمعنى المعجمي لماذا عرف هذا العمل؟ عرف بالمعنى المعجمي ماذا نقصد به المعنى المعجمي؟ وهو دلالة الكلمة فيما شاعلها دلالة الكلمة فيما شاعلها يعني الكلمة معناها المعنى المعجمي هو دلالة الكلمة فيما شاعلها لكن دراسة المعنى لكن هناك معانى أخرى كثيرة غير المعنى اللغوي أقصد معاني سياقية أقصد معاني سياقية استعمالية هذه المعانى تتوضح أو تدرك من خلال المصاحبات اللغوية جدرك هذه المعانى من خلال المصاحبات اللغوية وطبيعة سياق الحال المقامي والمقالي فيكون آثارها واضحة في دلالة الكلمة تكون آثارها واضحة في دلالة الكلمة نعم قد تنبه علماء اللغة الأوائل على هذه المسئلة نعم قد تنبه علماء اللغة الأوال على هذه المسألة واهتموا بدراسة أثر السياق وإن لم يطلقوا هذا المصطلع عليه وإن لم يطلقوا هذا المصطلع عليه في تكون المعنى إذن ذلك طلبة الأعزاء مرتبط بالدلالات أي دلالات؟ الدلالات القرآنية التي كان السياق عنصراً مهماً وحاسماً في القطع بها أما معاجمنا اللغوية فقد اعتمدت أساليب مختلفة لبيان المعنى منها مثلاً عندي التفسير بالمغايرة وأيضاً عندي التفسير بالمرادفة وعندنا التفسير بالمصاحبة اللغوية والتفسير بالسياق والتفسير بإعطاء الكلمة مباشرة طلبتي أقصد بالتفسير المغاير أي الإتيان بكلمة تغيرها في المعنى فيتضح الضد بالضد أأتي بكلمة تغيرها في المعنى فيتضح الضد بالضد مثل فرح حزن ربح خسارة طيب أما بالتفسير بالمرادفة الإتيان بالكلمة تراد فيها المعنى مثل ذهب رحلة ذهب تقابلها ذهب رحلة حضرة أتى طيب التفسير بالمصاحبة اللغوية أي بذكر الكلمة التي يمكن أن تقع في غيرها مثلاً عندي كلمة أشتعلة عندما أقول أشتعلة أشتعلة عندما أقول أشتعلت النار هنا صار واضحاً يعني ماذا أخصد بكلمة أشتعلة يعني تصاعد اللهب والحروق تمام؟ طيب التفسير بالسياق يراد به بيان معنى الكلمة في سياق وردت فيه بماذا؟ في سياق وردت فيه في القرآن الكريم أو الحديد أو الشعر طيب التفسير بيعطاء معنى كلمة مباشرة وهذا ما نقصد به يعني يعطاء معنى الكلمة والاستشهاد لها وإيضاً طبعاً لا تخلو معاجمنا أو معجماتنا اللغوية من قضايا لغوية أخرى مثلاً تحدد عن المشترك اللفظي أو التضادل اللغوي أو التراجف وغيرها طلب التلعزة بقي لنا أن ننتقل إلى حسنات المعجم العربي مما لا شك فيه نحن ورثنا أعمال معجمية من علماءنا الأوائل هذه المعجمات هذا الورثة التي ورفناها صارت أو أصبحت فخر لنا بين الأمم حتى أن الباحثين الغربيين أشادوا بتفوق العرف بهذا المجال من ناحية عدد المعجمات وأنظمة كيف تم جمع هذه الكلمات والمدارس المدارس المعجمية وترتيبها طيب من هذه المعجمات عفوا من هذه الحسنات التي يعني من هذه الحسنات سنناولها بصورة مختصرة طبعاً هي الحسنات كثيرة مثلاً حصر اللغة العربية والإحاطة بها مثلاً حصر اللغة العربية والإحاطة بها أيضاً من خلال هذه المعجمات تبيين معانيها الحقيقية والمجازية أيضاً من هذه المعجمات حفظنا أو توصلنا إلى اشتقاق المفردات وكيفية توليد الصيار أيضاً من الحسنات حفظ لهجات العرب حفظ لهجات العرب ونسبة العدد الكبير منها إلى قبائلها لمعرفة مميزات كل قبيلة أقصد هنا المميزات المميزات اللغوية أيضاً ذكر أسماء العلماء العربية الذين رويت عنهم اللهجات والمعاني والصيار وهم في الموضوع من حسنات المعجم الأربي حفظ حفظ القراءات القرآنية حفظ القراءات القرآنية ورجعها إلى أصحابها وهي كثيرة تضمنت أيضاً بعض المعجمات دراسات مستفيضة في الأصوات العربية وصفاتها أيضاً احتوت هذه المعجمات على مقدمات بعض المعجمات احتوت على المقدمات هذه المقدمات كانت فكراً لغوياً قائماً فيه نواحي لغوية كثيرة فضلاً عن تفسير آياته القرآنية كثيرة وأحاديث نبوية شريفة وأقوال معثورة طيب ننتقل بعد ذلك إلى العيوب طلبة العزاء لا تعني دراسة عيوب المعجم العربي الحط من هذا العمل الفكري اللغوي الذي أقام أساساً خدمة للقرآن الكريم لا تعني دراسة العيوب يعني عيب المعجم العربي الحط من هذا العمل الفكري اللغوي الذي أقام هذا العمل أساساً لخدمة القرآن بأن الحيب والنقص هو ديدنا الأشياء باختلاف مسمياته في حالي الحياة لا كمال إلا لله سبحانه وتعالى وأن وقوفنا اليوم على هذه العيوب قديماً أو حديثاً تدعونا إلى دراستها وتشخيزها لكي نضع أنظمة تعالج مواطن الخلل فيها لكي وضع أنظمة تعالج مواطن الخلل فيها طيب من هذه العيوب حيث أن عيبة على المعجمات تقليب المخارج الصوتية عيبة على المعجمات تقليب المخارج الصوتية وهذا ما نلاحظه كثيراً في المدرسة الأولى مدرسة الخليل وصعوبة العثور على المادة المطلوبة أيضاً بعض الأخطاء الصرفية والاشتقاقية كذكر حرف مزيد في مادة أصلية أيضاً من بعض العيوب صعوبة ضبط الكلمات صعوبة ضبط بعض الكلمات وليس كل الكلمات صعوبة ضبط بعض الكلمات التي تستحق الضبط طيب أيضاً من هذه العيوب فيها الكثير من التصحيف والتحريف بعض المعجمات فيها الكثير من التصحيف والتحريف بسبب كثرة النساخ الذين تناوبوا نسخ المعجم الواحد طيب أيضاً عيبة على معجماتنا قصورها في الاستدلال على المعنى عيبة على بعض معجماتنا قصورها في الاستدلال على المعنى ببعض الشواهد والأمثال وعيبة أيضاً على بعض معجماتنا خلط المعاني الفصيحة بمعاني اللهجات عيبة على بعض معجماتنا خلط المعاني الفصيحة بمعاني اللهجات من دون التمييز بين الفصيح والأفضح طيب بعض المعجمات أيضاً من هذه العيوب تفسر دلالة الكلمة أو معنى الكلمة دلالة الكلمة بمعنى غير معروف للجميع بعض المعجمات تفسر الكلمة بمعنى غير معروف للجميع فيبقى الغموض على حاله فيبقى الغموض على حاله اختلاف الرسم الإملائي للكلمة ولا سيما الكلمات المهموزة ذات الأصول الواوي واليائي التي تنتهي بالألف هذا أيضاً من العيوب اختلاف الرسم الإملائي للكلمات ولا سيما الكلمات المهموزة ذات الأصول الواوية أو اليائية هذه الأصول التي تنتهي بالألف أيضا من العيوب التي رصدت على معجماتنا العربية هي يعيب بعض اللغوية على معجماتنا العربية عدم الموازنة باللغات الجزرية السامية إذ أن بعض هذه اللغات كانت معروفة لديهم يعيب بعض اللغوية على معجماتنا العربية عدم الموازنة عدم الموازنة باللغات الجذرية السامية إذن بعض هذه اللغات كانت ماذا طلبة العزة معروفة لديهم طيب طلبة العزة يعني هنا عندما تطرخنا إلى هذه العيوب المعجم لكي نتفادى هذه العيوب ونهانج مواطن الخلل بخاصة مع علم التقني المتطور الذي نحن نعيشه الآن لذلك نتمنى أن تكون هناك نشوء حركة معجمية حديثة طيب هنا يعني وقف الباحثون اليوم وشخصوا هذه العيوب يعني بحثا عن تفاديها فيما نطمح إليه اليوم في الواقع اللغوي بدأت لدينا حركة جديدة هي مع أو تجربة معجمية بدأت مع فيشر تجربة معجمية بدأت مع فيشر هذه التجربة مبنية على فكرة هذه التجربة المعجمية مبنية على فكرة نقص في جمع المادة اللغوية بتمامها نقص جمع المادة اللغوية بتمامها وإضافة الفاظ استعملها العرب في العصرين الأموي والعباسي فضلا عن التتبع تاريخي لدلالة الأرض غير أن المنية والحرب العالمية الثانية حالتا من دون إتمام هذا العمل الذي كان هذا العمل سيسد فراغا في المعجمية العربية المعاصرة فأصدر مساعدوه أجزاء قليلة في الحروف العربية أصدر مساعدوه أجزاء قليلة في الحروف العربية لقد سبقنا مع الأسف الغرب في فكرة إنشاء معجم تاريخي لقد سبقنا الغرب في فكرة إنشاء معجم تاريخ للغتهم الإنجليزية وكان الفرق في الحادي عشر الهجري أي سابع عشر ميلادي ولأن العربية خير اللغات التي أختارها الله لتحمل كتابه الكريم فهي أولى بإنشاء معجم تاريخي مهم فهي أولى بإنشاء معجم تاريخي مهم لهذا المعجم العربي الذي نطمح إليه أن يكون والواقع اللغوي من هذا قد لاحظنا من تتبعنا لهذه الحركة المعجمية اليوم إن هناك دول العربية قامت أساسا على فكرة فيشر قامت أساسا على فكرة فيشر بماذا؟ لإنشاء معجم يلبي الطموح اللغوي المعجمي لإنشاء معجم يلبي الطموح اللغوي المعجمي كما في معجم الدوحة التاريخي كما في معجم الدوحة التاريخي الذي أنجزت منه المرحلة الأولى من قبل الهجرة إلى القرن الثالث الهجري المرحلة الأولى من قبل الهجرة إلى القرن الثالث الهجري ثم أنجزت المرحلة الثانية وهي إلى القرن الخامس الهجري وبدأت العمل في المرحلة الثالثة بدءا من السادس إلى الآن هذه العملية بدأت بعرض نصوص ومدونات كبيرة بلغت الكلمات فيها ما يتجاوز مائة مليون كلمة ما يتجاوز مائة مليون كلمة وقد تجمع هذا العمل على ما يربو على ثلاثمائة معجمي عربي من مختلف الدول العربية وعلى الرغم من ذلك يرى اللسان عز الدين بوشيخي المدير التنفيذي لمشروع معجم الدوحة أن هذا العمل الكبير قد يتعرض إلى النقد جاء بعده من العمل المعجم التاريخي للغة العربية في الإمارات الذي صدر إلى الآن 31 مجلدا ضمت 15 حرفا من الحروف العربية وما زال العمل فيه مرتوحا وجاريا ألكترونيا ومدونات خطية لذلك طلبة العزاء نحن كعراقيين نتمح أن يكون أيضا لنا معجم العراق الكبير لأن العراق فيه رجال معجميون يشار إليهم على المستوى العربي والعراقي وأنا في غنى عن ذكر أسماءهم وأخيرا طلبة العزاء أكتفي بهذا القدر من المادة العلمية التزاما مني في الوقت المحدد لي وشكرا لإستماعكم وحسن أصبائكم وشكرا لجهودكم القائمة على تسجيل المحاضرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدكتور إيمان سليم يوسف قسم اللغة العربية كلية الأداب الجامعة المسلمة شكرا لكم